اشتركوا في القناة البرنامج الجميل فيه انه مجاني وما يحتاج 6 ريال واحد فيه وهذا بحد ذاته حلو بحيث انك تحب تجربه تحب تحذفه اذا ما عجبك كل هذا متوفر لك طبعا هذا البرنامج مثل ما تشوفون عن طريق الابستور تحصله ومثل ما نشوف مجاني بس بحكم اني أنا نزلت ما هو طالع اني بجاني لكن نضغط عليه نشوف نلاحظ هنا البيعيز طيب نستخدم البرنامج ونشوف ضغطت على البرنامج دخلني على الداول لعد عندي هذي اربع صور جاهزة ابي اصغرها طبعا الصور هذي خلفيات لسطح المكتب تقريبا اقل او مساحة الصورة الواحدة فيها مثل ما نشوف كبيرا او عمى وطبعا كلها بنفس الطريقة يعني لو بنشوف هذي نفس الطريقة كلها كبار طيب نحدد عليها كلها مثل ما نشوف بالماوس ونضغط اوبن لاحظنا بعد ما ضغطنا اوبن اعطانا خيارات البرنامج الكتابة على نفس الفايل لا ما نبغاها والخيار هذا فعله بحيث انك تختار الملف اللي تبي تحفظ فيه الصور وهنا تحديد جودة الصورة نحط عليها صح نبيها بجودة كويسة وهنا البيكسل اللي هي امكانيات المساحة الخاصة بالصورة على سبيل المثال خلنا نقول ابيها بحدود الموقع او المنتديات خمسمية على مثلا خمسمية وهنا صيغة الصورة تبغاها صيغة ping تبغاها gif تبغاها gpg اللي رايحك طبعا اذا كارك تلعب بالحجم وتبغا تقلل مساحة الحجم تقدر تلعب بهذا الشيء بحيث انك تنزل طبعا هذي تلعب بمستوى الوضوح في الصورة بس يفضل انك تستخدم هذي اذا كانت منتديات او غيره وطبعا بحط نيو فولدر هنا وبعطي اسم مثلا ماك والان ابرغط على يزايد برنامج الان فتح لي بحيث اختار الملف اللي بخزن في الصور مثل ما سويت سويت لي ملف جديد ماك بختاره open لاحظ البرنامج وضع الصور طلع واختفى نفتح لماك نشوف الصور الموجودة فيه ولا مش الوضع مثل ما نشوف الصور تم تصغيرة 500 على 500 نحب نتأكد من شغلنا tools adjust size مثل ما نشوف 500 500 طبعا مثل ما نشوف احنا هنا get info نبغى نشوف الحجم 500 500 كيلو بايت صور طيب إذا كاني مثلا أبغاها تكون صغر من كده مش المطلوب خلونا نشوف رح افتح البرنامج مرة ثانية وراح اختار نفس الصور اوكي وراح اخليها مثل ما هي 500 500 لكن أبالعب في الجمدة اخليها مثلا 60% اضغط اضغط المكتب ماك رجعت لنا الصور طيب أريد اشوف حجم هذي كامل حين لاحظتوا حجمها الآن 83 80 كيلو بايت وقبل كانت 500 كيلو بايت يعني وفرنا تقريبا 400 كيلو بايت طيب خلنشوف الجودة جدا جيدة ما فيها اي ما عني اخترت 60% شوف الثانية طيب نشوف هذي نلاحظ كل الجودتين او كل الصورتين جودة مناسبة مش بطالة وهذا كل شي اتمنى اعجبكم البرنامج وخوكم تركي من مدونة مساعدة ماك شكرا